أرحب بي المهندس ثامر حمد النفيسي رئيس فريق الخدمات الهندسية في شركة البترول الوطنية الكويتية وكذلك أرحب بي المهندس بسام جايد الشمري رئيس فريق التطبيقات الشاملة في شركة البترول الوطنية الكويتية مساءكم الله بخير مساءكم الله بخير أضيكم العافية أنا ذكرت في البداية أنكم حليته ومشكلة يعني بالتأكيد تواجه الكثير سواء كان مواطن أو مقيم لكن بداية سنتكلم عن المحطات الذكية محطات الذكية في البداية بشكورين وما تقصرون على تاحة الفرصة حق الكيم بي سي علشان أن تسلطوا الضوء شوية على جهود الكيم بي سي لتوفير خدمات الوقود للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت أكبر المشاكل التي تواجهنا في دولة الكويت هي توفير خدمة الوقود نفسها فعلشان هذه استراتيجية مؤسسة البترول التي تم تطبيقها عن طريق شركة البترول الوطنية لـ 2040 هي تلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود علشان نطبق الاستراتيجية هذه عندنا خطة طموحة أن نبني 100 محطة وقود جديدة في مناطق متفرقة بالكويت طبعا علشان نحصل للأراضي ونأخذ عليها التراخيص ونبنيها هذا جهد يحتاج وقت لكن الحمد لله احنا بلشنا وعندنا الحين المجموعة الأولى اللي تضم 18 محطة الحين احنا في المراحل النهائية من الانشاء شغلنا منهم أربع محطات الأربع محطات واحدة في مدينة جابر الأحمد واحدة في شمال غرب سليبيخات ثنتين في مدينة صباح الأحمد باجي المحطات اللي هما موجودين هم بسعد العبدالله العبدالي الوفرة وصباح الأحمد هم رح يكونون يفتتحونهم بالتوالي إن شاء الله لنهاية الربع الأول منها السنة حاليا أربع محطات فقط أربع محطات من 18 محطة والباجي إن شاء الله 14 محطة بالطريج لنهاية الربع الأول بس من السنة نحن نبي بعدين كل كويت بالضبط فإحنا هذي أول جزء والجزء الثاني فيه 15 محطة هذا الحين في المرحلة التصميم واخد المواصلة حيني خبيت الدنيا هنا ولا ماشي بالتأكيد لا لا إحنا المناطق أو المواقع اللي نقدر نحصل عليها موافقات مبدئية من الجهات المعنية بلدية الكويت والإخوان اللي بالمؤسسة العامة رعاية السكنية نطرحها كمجموعة لمكاتب استشارية علشان تسوي التصاميم وتأخذ التراخيص اللازمة للبناء هذول يخلصوا تقريباً التصميم وإن شاء الله الآن أمغل ما نستلم منهم الرخص راح نطرحهم للبناء عقبهم في مجموعة ثالثة وإن شاء الله الباجيائيين خير بكبال أنا راح أرجع لك بعدين أخي باسم على تفاصيل المحطة الذكية شون صايرة لكن خلنا أعرف أكثر عن بداية التنفيذ وطريقته شون كانت بالضبط يعني ممكن لو نرجع إلى إنشاء البترول الوطنية الكين بي سي عام 1960 وهي مساهم رئيسي في التنمية في الكويت اليوم إحنا صالنا 60 سنة والله الحمد تغريباً بيصير لنا وشكنا 60 سنة والبترول الوطنية زملاء السابقين اللي أسسوا عفواً هذا الصرح الكبير للكويت وكذلك الحاليين كلهم يعني جهود كبيرة نحن اليوم نمتلك مصافي مصفات مينا عبد الله ومينا الأحمدي نأخذ النفط كمادة خام من شركة نفط الكويت نشتريها وتدخل إلى المصافي ونصفيها ونطلع منتجات محلية وعالمية من المنتجات المحلية هذه اللي هي المواطنين الأخوة المواطنين الموقنين في محطات الوقود مثلاً يتم من خلال المنتجات هذه ضخها إلى المستودعات المستودعات المستودعين موجودين لدينا في الكويت المستودعين هذي لها فلي ما يسمى أوتوميتد ميكنة كاملة وما نتكلم عن اليوم نتكلم عن أكثر من 25 سنة من 25 إلى 20 سنة تم ميكنة هذه الأنظمة الصناعية لا تحتاج بشر بضرط لا تحتاج بضرط ولذلك لدينا مصافي نأخذ النفط نتوهق بالوظائف ونضخ هذه المنتجات بعد تصفيتها إلى المستودعات ومن المستودعات إلى جميع المحطات الكويت وكل هذا العمل الذي تقوم فيه الشركة هو عمل والله الحنف بسبب كبير منه في ميكنة لذلك هذه البنية التحتية هي التي أهلتنا والله الحمد أن نقدم خدمات تقنية للأخوة المواطنين والمقيمين وكذلك نفس ما قال أخوي أبو حمد في أن استطعنا أن في المحطات الجديدة والتي رأت النور منها تقريبا أربع محطات نحن نروح حق واحدة من المحطات وأيضا نحن المشاهدين نشوف أكثر مع زميلي عبدالعزيز الكندري وهو حاليا موجود في أحد المحطات الذكية وما يبي يقول لنا وين وأكيد مع ضيوف الكرام مساك الله بالخير عبدالعزيز نعم مساك الله بالخير أخوي محمد أمسي عليكم على ضيوفك الكرام بقول لك وين هالمرة لأننا حاليا محطة جابر الأحمد مدينة جابر الأحمد والمحطة الذكية توف تدحوها ما صلهم فترة طويلة يعني وبصراحة يعني تصميمها وايد حلو وأنا بخلي التصميم أنتوا تكلمون عنه ومعاي حاليا عبدالعزيز الناصر مراغب العلاقات الخارجية يعطيك العافية عبدالعزيز عبدالعزيز في البداية أردت تقولي شون كانت بداية الحملة بداية الحملة كانت عن طريق عمل حملة توعية حق موظفين الشركة هذا المرحلة الأولى كانت وبعدها انتقلنا للمرحلة الثانية اللي هي رواد المحطة وبعدها للمجمعات التجارية وكان شرح عن طريقة تسجيل في الابليكيشن وكيفية استخدام الابليكيشن وشون تقدر يعني تاخذ الفائدة من الابليكيشن عن طريق انه تنزل الابليكيشن وتشوف هل كان في صعوبة بالحملة؟ أبدا ما كان في صعوبة لقنا يعني تفاعل الناس ويانا كان واي طيب والكل كان مستانس لأنه كانت يعني شيء يديد وحلو مع نواكب التطور عن طريق الابس والكل كان فرحان ومستانس من الاب يعطيك العافية أخي محمد بدت حملة شركة البترول الوطنية الكويتية عن طريق الشباب انزلوا وراحهم جمعات واشتغلوا فيها وأيضا أنا معاي المهندسة عايشة الماس يعطيك العافية الله يعافك مهندسة بس يا ري تتكلميني على هل الناس متقبلين فكرة هذا التطوير؟ أي والله الحمدلله كان تفاعل جمهور وايد زين خلال فترة الحملة وأيضا كان بيين عندنا بالسيستم خلال فترة الحملة عدد المستخدمين اللي نزلوا البرنامج وأيضا خلال الفترة هذه بيين عندنا بالسيستم أن عدد المستخدمين تضاعف بكثرة بالسبوع المحطات وهذا يدل على تغبل الناس للبرنامج وأيضا كان تفاعل وايد إيجابي وشي وايد طيب بالناس وهل فعلا أنت ابتدأتوا بالطاقة الشمسية وتوفير الطاقة عندكم في المحطات؟ نعم جميع أكثر محطاتنا اليديدة فيها لوائح شمسية ومن خلالها يتم تحويل طاقة كهربائية تزود أغلب معدات المحطة وغيرها من معدات مثل الكاميرات والليتات يعطيك العافية مشكلة ما قد الله يعافيك نحن متواجدين أخي محمد في إحدى المحطات الذكية في مدينة جابر الأحمد السكنية وأرجع لك مرة ثانية للستيديو وأنا موجود ومعي ضيوف إن شاء الله بالمقابلة الثانية ياتيك العافية بالسلام ياتيك العافية زميل عبدالعزيز الكندير ورح نرجع لك أكيد بعدين سؤلفنا على المحطة وشكل المحطة وخوي ثامر قلت بأنها مختلفة شكلا نعم التصميم هذا الـ KMBC حبت تقدم بشكل جديد بشكل عصري يتواكب مع التطور وجمالي وقعنا عقده شركة استثمارية اسمها سيركل لهذا التصميم هذا والشركة بريطانية من أكبر الشركات التي تسوي تصميم حق محطات البنزين لشركات عالمية متخصصة وللأمانة يعني تعبناهم ويانا لأن بغينا شيء ما هو موجود بأي ديرة ثانية وأنه يكون معلم غريب ممتاز فطلعنا بالشكل المقوس شوية هنقول للمضلة هذه اللي مو موجود ومن ضمنها حطينا كل الأنظمة اللي نحتاجها ونبيها وخصوصا الأنظمة اللي هي لها علاقة في البيئة وحماية البيئة وطاقة المتجددة البديلة فبالمحطة نفسها بالشكل هذا المقوس حطينا الألواح الشمسية من ضمن التصميم فما تبين نعم عندنا محطات ثانية واضحة لأن المضلة القديمة بينتها نعم يبينون الألواح الشمسية اللي موجودة فيها بهذه ما يبينون وهذه اللي يوفرون لك الكهرباء للمحطة هذين موجود ممتاز وأنظمة الاسترجاع الأبخرة فالحين المحطة هي صديقة للبيئة بضعه هي صديقة للبيئة وكاملة موجودة فيها أخي بسام يعني خل نوضح بأن كل محطات اللي تبع شركة البترول هي الآن تستخدم أو نقدر نستخدم التطبيقات فيها بالضبط هي في الحقيقة البنية التحتية اللي خلال ثلاثين سنة مكنتنا والله الحمد نعم في أن اليوم نملك نحن في كين بي سي سبعة واربعين محطة منتشرة في جميع محافظات الكويت نعم الأنظمة اليوم الحديثة والذكية اللي موجودة في السبعة واربعين محطة هذه في محطات شركة البترول الوطنية الكويتية أعطينا خدمة بحيث أنه يستطيع المواطن أو الأخوان المقيمين أنه اللي يقودون السيارات يمتلكون السيارات أنهم يعملون محفظة مالية نشرح ليها الآن بالضبط أن يعملون محفظة مالية في e-petrol.knbc.com أولا يدخل على موقعنا البترول الوطنية k-nbc.com فرح يجد هناك e-petrol الآن كتطبيق موجود في الأبستور وأندرويد بالضبط أول شيء المنصة اللي من خلالها يسجل على e-petrol k-nbc.com ويضع محفظة مالية نقول مثلا 100 دينار يضع حط في المحفظة المالية هذه 100 دينار يعني أنا بورا حقاتك لنا بمشي بخطوة خطوة يعني بداية أدش على موقع e-petrol أدش بداية عليه نعم وأسجل بياناتي بالضبط نعم بكل سهولة سجل بياناتك ممتاز فأنت خلقت حساب لك هناك حلو خطوة سريعة جدا وبالتالي بعدين تضع نقود ممتاز فأنت عملت محفظة ممتاز تم عندك الآن محفظة نخرع لوادم حطينا فلوس حطينا رصيد حطيت رصيد نعم خلق نقول مثلا ما يعادل 50 دينار 100 دينار 30 دينار ممتاز بالضبط الآن يتبقى عليك أنك تستخدم وسائل الدفع ما هي وسائل الدفع اللي راح تستخدمها علشان الحساب هذا اللي حطيت فيه الفلوس ممتاز بالضبط أول شيء البطاقة المدنية الذكية نعم تدري الكويت والله الحمد نحن رائدين في البطاقة المدنية الذكية نعم لأننا فيها جيب أورادي فيها جيب أورادي بالزمان وشيدي وهذا فلذلك أنا مثلا ولي الأمر رب الأسرة عملت الحساب هذا فأقدر أعرف بطاقة المدنية الذكية وأعرف كذلك بطاقة الأهل معاي والأبناء تمام وأهم كلهم يشتركون في هذا الحساب إذا ذهبوا إلى المحطة ما عليه إلا بس أن يعبي في البنزين وعقب ما هذا يعطيه حق العام العفوان الأخوان في المحطة يعطيه البطاقة المدنية الذكية وبعدين راح أوتوماتيكيا مع الحساب هذا وينتهي هذا بالنسبة حق البطاقة المدنية الذكية الوسيلة الدفع الثانية اللي عندنا اللي تفضلت فيها اللي هو E-Petrol نعم اليوم أي واحد يقدر يدخل على على Google Store اللي هو Play Store ولا يدخل على App Store نعم ويكتب E-Petrol E-Petrol ممتاز راح أفضل ينزل داولود حق التطوير المغنى حلو فإذا نزل الابلكيشن في نفس الوزر نيم والباسورد اللي خلقه في البوابة في المرحلة الأولى نعم يستطيع عنده الوصول إلى المحطة ويتأكد من رقم المضخة ويضع رقم المضخة ويقول الأخوان هناك نبدأ تعبئة الوقود ويستطيع الدفع من خلال الاب هذا إذن وسيلة الدفع الثانية هو التطبيق سواء كان الموبايل سيكون عندي ولا يأخذ عامل لا معك الموبايل داخل السيارة معك داخل السيارة والموبايل تلغائيا هو من الـ GPS يفهم أن أنت في المحطة التابعة في المحطة هذه ما عليك ليسألك يقول أنت أي مضخة في المحطة هذه وتبيع تعبئة كاملة وإلا مثلا ثلاث دنانير أو أربعة دنانير أو خمس دنانير فيعطيك هذه الخيارات ومن ثم تتم عملية الدفع قبل انتهاء تلقائيا فتلقائيا تنتهي يعني ما بين وبين العامل أبدا كمعاملة غير بأن يضع المضخة بالضبط يضع المضخة هذا بالنسبة حق التطبيق الإلكتروني وأيضا هناك خدمة ثالثة للدفع وأنا شخصيا أكثر وستخدمينها الكاش التي هي القسيمة الإلكترونية ما يسمى في الباوتشر صح مثلا الحق السائق مثلا عفوا أخوة السواق مثلا لديه مثلا واحد عفوا وصل إلى المحطة وقبل الله ينسى أن بوكا مو معاه مثلا فأستطيع أن أدخل على الابليكيشن هذا وفي الابليكيشن أستخرج قسيمة إلكترونية مثلا يسأني الابليكيشن كمتها 10 دانير 5 دانير مثال 10 دانير ف10 دانير طلبت القسيمة الإلكترونية وبعدين الابليكيشن يقول لي شيرد معه تبي تزهج منه فأقدر عن طريق الواتساب ولا الاسم اس ولا أي برنامج إيميل أطرشها للأخ الموجود في المحطة وعندما يذهب إلى المحطة يعطي الرقم هذا للقسيمة هذه إذا كان هناك مثلا القسيمة أنا قلت 10 دانير هو وصل المحطة عبا 7 دانير ثلاث دانير ترجع لحسابك ممتاز بالتالي ثلاث وسائل دفع مختلفة يتم للمواطن أو الأخوان المقيمين من خلالها أن يدورون عملية استهلاكهم للوقود في محطات الشركة ممتاز طبعا هذه كل الأمور تسهل علينا بصراحة بدرجة كبيرة إن شاء الله بعد الفاصل أدين معكم ونبني نعرف أكثر على تحول كأننا مستمرين معكم وحديثي عن شركة البترول طبعا وخدمتهم الجديدة هي طبعا المحطات الذكية بسا قاعد أذكر أنا سأل في الطاقة المدنية ترحنا من زمان نسويها الطاقة المدنية اليوم الجامعة كنا نتواهق نروح محطة البنزين ومعندنا فلوس فأنا أعطي راعي المحطة هكا البطاقة المدنية وحيب فلوس وتعال فلعند تزويتو بشكل تقني أكثر فلله الحمد يعني التطور شي سليم اللي قاعد تسوينا لكن أخي بسا مذكرنا بساعة بأن الآن خطتكم خلاص بأن التحويل كل شي رقمي وأيضا عندكم إضافة إلى هذا محطات متنقلة نعم طبعا هذا كله يصب سعي البترول أنه توفر خدمة خنقول التزود بالوقود بأكثر كفاءة فنبدأ بالتوفير للمواقع نظرا لطول الدورة المستندية والحصول على الموافقات وتغلع الرخص وعلى ما يخلص يبني هذا هذا يأخذ وقت فحرص الشركة أنه توفر الخدمة هذه حتى لو بطريقة مؤقتة شارين محطات يسمونها محطة وقود متنقلة اللي هي عبارة عن كنتينر أربعين قدم الحاوية هذه نفسها تقريبا الحاويات اللي يحطون فيها للشحن لكن هذه داخلها محطة بنزين متكاملة فيها خزانات وقود فيها مضخات وحتى فيها مكتب ويتم نقل الحاوية هذه إلى المواقع اللي إحنا ناخذ عليها موافقات مؤقتة أن نقيم عليها محطة وقود متنقلة هذه صارت موجودة بالعبدلي ممتاز موجودة واحدة بيابر الأحمد وموجود ثنتين في صباح الأحمد نحن نحط هذه المحطات على ما نخلص المحطات الدائمة مؤقتة مؤقتة ونبدأ ننقلهم إلى الأماكن الأخرى المناطق الأخرى عند الحاجة لها حلو هذه المحطات المتنقلة مربوطة مع أنظمة الشركة حال لحال المحطات الليديدة ومحطات القائمة نحن لكي نتابع بشكل أدق عمليات الوقود نفسها من تعبئة وتزويد واسترجاع بخيرا نربط ربط هذه الأنظمة هذه كلها مع المكتب الرئيسي نقول بفضل الإخوان بجايد وفريقة فصرنا نحن نتابع احتياجات المحطة من الوقود إذا نزل المنتوج في المحطة هذه يبين عندنا ويطلع بالسيستم نفسه يطلع مؤمن ومنتصل ببعض نعم متابعة استرجاع لبخير متابعة ضخ الوقود إلى المركبات هذا كله يتم بطريقة رقمية ممتاز فحاولنا نقول أن نغطي الجزئية هذه من العمليات بطريقة دقيقة نعم ممتاز مهندس بسام طبعا يمكن حد يتساءل بأن نظام الأمن عندكم في المحطات الذكية الجديدة طريقة إذا صارت لمشكلة وهو جهاز والآن آلية جديدة وشون نقدر نتواصل معكم طول أمرها البترول الوطنية تحرص على رضاء المستخدمين والعملاء دائما نحن همنا أن نحقق سعادة ورضاء للعملاء لذلك حتى الخدمات الرغمية الجديدة هذه أخرجناها وأخرجنا معها نظام أيضا متكامل لها للدعم الفني ممتاز فاليوم لدينا رقم 1 8 4 4 6 6 6 ونحط لك على الشاشة إزاكم الله خير هذا 24 ساعة دعم فني 24 ساعة لأحد عنده أي سؤال عن الخدمات هذه أوحاب أن يسأل أي سؤال كذلك في الموقع نفسه اللي هو e-petrol dot k-nbc dot com فمن خلال التلفون ولا من خلال الإيميل ولا من خلال الكتابة والدردشة ستجد إن شاء الله زملاء في الدعم الفني يتجاوبون دائما مع المواطنين والمقيمين في الرد على استفساراتهم على مدار الساعة ممتاز ونحطينا طبعا الأرقام على الشاشة سأسلنا للتواصل ننتقل مرة ثانية حق زميلي عبدالعزيز الكندري متواجد طبعا الآن في محطة الوقود ذكية جابر الأحمد عبدالعزيز شكرا لياك حياك الله أخي بفهد نحن موجودين مازلنا بمحطة وقود ذكية لتابع المنطقة جابر الأحمد ومعاي محلل نظم معلومات مشاري العبدالهادي أعطيك العافية عافية مشاري يا ليت تتكلمني عن شو الفرق بين المحطات الذكية والمحطات التغليدية وتوضحها لما المحطات الذكية جميع محطات الكمبيسي محطات ذكية حيث توفر فيها وسائل دفع متنوعة عن المحطات التغليدية منها استخدام البطاقة المدنية وتطبيق الإي باترول على الموبايل والقسيمة الإلكترونية وشان طريقة تزويد المحطات بالبغود طريقة التزويد في حال انخفاض مستوى الخزان في المحطة يتم رسال طلب تلقائيا إلى المستودعات لزيادة المستودع بالمنتج المطلوب من خلال رسال الناقل يعطيك العافية وأيضاً أخوي محمد معنا صالح الأصري محلل أول ملاحظ أول محطات تعبية يعطيك العافية الله عافيك سلامك أخوي صالح يا الله تكلمني عن طريقة الإشراف على المحطات الذكية والله بالنسبة للمحطات الذكية الآن زاد علينا الأجهزة الإلكترونية بالنسبة للتحكم بالمحطة مما قل المصاريف على الطاقة البديلة وبالنسبة الجمع الأموال من العمال خارج المحطة عفواً داخل المحطة الأبليكيشن الحين اشتغلنا فيه وغفر علينا جهد كثير بجمع المال من العمال داخل المحطة يعطيك العافية مشكل ما قصر الله يعافيك تسلامها طبعاً أخوي محمد مثل ما شفت المحطات الذكية فيها خدمات جداً ممتازة طريقة تعبية البنزين عن طريقة الأبليكيشن الطاقة الشمسية شقالة فيها الخزانات اللي ديدة فهذه كلها تخدم تخدم المواطن وتخدم مصطحة اللي يعبون البنزين ويعبون سياراتهم بالبنزين وأنا شكر لكم وارجأل معاك مرة ثانية أخوة محمد في السيديو تسلام كل شكر للزميل عبدالعزيز الكندري مهندس ثامر خلنت تكلم الآن على الخدمات الموجودة بعد عندكم وهذه المحطات الذكية حالية نفس باقي المحطات اللي فيها مثلا كافي شوب فيها مثلا جمعية صغيرة نعم المحطات اللي ديدة تصممت أخذين بالاعتبار الخدمات الرديفة اللي ممكن توفيرها بالمحطة والخدمات الرديفة موجودة بناء على قرار من المجلس البلدي شنو تقدر تحط وين والمساحات اللي موجودة عليه فإحنا ملتزمين بالقرار هذا وبناء على القرار هذا صممنا المحطات بالمواقع اللي موجودة الحين بناء على شنو اللي نقدر نحطها فيها فالثمنتعش محطة موجود فيهم خدمات رديفة سيتم تشغيلها إن شاء الله على مجموعات وتوفير الاحتياجات فيها المحطات اللي رح يتوفر فيها طبعا ممكن لها يعتمد على المساحات اللي موجودة وشنو النوع الخدمة اللي متوفر فيها بس المحطات رح يتوفر فيها سوق مركزي مصغر رح يتوفر فيها صيانة سيارات تصليح سيارات رح يتوفر فيها غسيل سيارات بالإضافة إلى بعض الخدمات مثل الاتم ماشين إن شاء الله رح يتوفرون فيهم بعد مصليات والمرافق الرئيسية وأيضا أنتم بعد دخلتم في التوعية وقعد شفت هنا بعد في التقرير قعد تعطون هدايا وتعطون البروشور يعني شنو هدف البادرة هذه للأمانة دائما خصوصا مع الوقت اللي عايشين فيه الحين الناس مشغولة ما رح تتابع ف قاعد نبدل جهد نحن بضبط نحن نوفر لهم أو نعرفهم بالخدمات اللي احنا قاعد نحاول نوفر لهم وياها سهل جدا أن تكون انت حاط الخدمة بس محد رح يدش على الموقع ويدور ويشيك ويتأكد شنو اللي موجود شنو اللي موجود فمبادرة من الكي ام بي سي أننا نحن نحاول أن نعرف المواطنين والمقيمين بالخدمات اللي موجودة والأنظمة اللي موجودة فيها لزيادة التوعية وتسهيل الأمر على زبائن المحطة ممتاز مهندس بسام هنا تكلمنا عن المواطن والمقيم أيضا مثلا السائح لمدة طويلة هنا بالكويت عند عمل لمدة ثلاثة أربعة أشهر هل ممكن يستفيد من هذه الخدمة؟ طبعا ممكن يستفيد في خلق الحساب واستخدام التطبيق من خلال دفع المقيم السائحين اللي يأتون فترة طويلة اللي يستخرجون بطاقة مدنية مثلا ويكون لهم رقم مدني فباستطاعتهم أن يسجلون في هذه الخدمة والاستفادة من الخدمات الذكية في محطات البترول الوطنية نعم فالكل يستفيد هو في اليوم أنت تعرف التحول الرقمي في الحقيقة يعني ما يعني واضح بشكل عام بشكل عام القطاع النفط والغاز يمر في تحديات كبرى على مستوى العالم فلذلك التحولات الرقبية هذه هي مهمة جدا في أنها تساعد القطاع النفط والغاز في أن يتكيف مع التحديات هذه الكبيرة في مثلا الصيانة في تقليل التكلفة في زيادة الإنتاجية وأيضا نسبة فضلت مردود آخر وهو مردود الآن الأجيال التي تخرج رقمية ما عدت الأجيال الرقمية والتقليدية الأجيال التي الآن عفوا تدخل الجامعات وتأخذ السيارات كلها رقمية وكلها تريد أن تعيش رقميا فعلى المؤسسات كلها أن تبدأ وتكون جاهزة لهذه الأجيال لكي نحقق الرضا ممتاز أخوي مهندس ثامر إذا لديك كلمة أخيرة والله أنا حاب أني أشكركم مرة ثانية على استضافتها الله يسلم تزويد الوقود بالكويت شوية مختلف عن باج الدول الطلب على الوقود وكثافة السيارات في المواقع التي موجودة عالية جدا لكي نواجه تحديات أن نجعل الخدمة دائما مستمرة عن طريق كيم بي سي وعن طريق الأولى وصور حتى لأن نحن كجهة رقابية عليهم فالتوفير الخدمات والأنظمة الموجودة هذه تحتاج إعلام وتحتاج توعية للاعالم لتأكد ضرورة فإزاكم الله خير لا قصر الله يسر كمواندس بالنهاية كمواندس في الكيم بي سي نعمل في عمل جماعي و لهم كل شكر والتقدير كل شكر لكم يعطيكم العافية أشكر المهندس ثامر حمد النفيسي رئيس فريق الخدمات الهندسية في شركة البترول الوطنية الكويتية و كذلك أشكر المهندس بسام جايد الشمري رئيس فريق التطبيقات الشاملة في شركة البترول الوطنية الكويتية ما الآن ننتقل معكم إلى موضوع طبعا من قريب كان يختص بمرض السكري يوم مفتوح لتوعية بمرض السكري والذي تنظمه طبعا وحدة السكر بمستشفى الأميري تحت رعاية وزير الصحة الشيخ الدكتور باصر الصباح كان تحت شعار الغذاء السليم و الرياضة وقايا من مرض السكر ولي طبعا قيمة بالمباركية بمناسبة اليوم العالم يلي السكر و اجتمل على كثير من الأنشطة التوعيوية و كذلك التثقيفية و أيضا حول مرض السكري إضافة إلى كثير من الفحوصات المجانية ترجمة نانسي قنقر